نبقى بردو نفتح المواضيع مع بعض هديكم النهاردة كده موضوع خفيف موضوع خفيف بس مهم قوي موضوع خفيف بس مهم قوي لان بحس ساعات ان احنا ممكن ناس كتير تحضر القداش متبقاش فهمة قوي القداش فانا انا مش هعمل شرح القداش بس هعمل شوية حقائق كده سريعة تساعدنا وبردو في صورة سؤال وجواب بحيث ان احنا بقدر الامكان نحاول نستفاد اكتر من حضور القداش يعني الناس كتير بتزهق في القداش وولادنا بالذات وانحنا عملنا برضو الموضوع دوت للخدام بحيث برضو يسجعوا الاولاد نفسي القداش الاله يبقى وقت نستفاد منه نصلي نطلع شبعانين ميبقاش وقت كده اهو مستنيين القاعة تتفتح او مستنيين نقض مع بعض فهسألكو كده كم سؤال اللي القداش دي اعتبر بيبتدي امتى نعم عشية عشية بدايه بدايت القداش في العشية بدايه عشان كده عارفين دي جات منين عارفين قاتت منين جион جاد من التقس اليهودي التقس اليهودي كان يبتدي اليوم يوم الحد يبتدي من ايه السبت وستة بالليل من السبت وشتة بالليل يبتدي العشية وفيه ايه يبقى فيه زبيحة مشاقية وفيه ايه زبيحة صباحية عشية وايه مباكل بس لها طبعا ايه خدناها بقى ايه في الفكر المسيحي بمعاني مختلفة يعني يبقى في العشية دي بداية الوداش طيب ليه بنرفع بخور عشية اهمية عشية ايه لما لاحظ ان العشية يعني قليل ايه اللي بيهتم يحضر عشية بس اهمية العشية ايه بالنسبة للوداش اللي عاوز بكرا يصلي اوداش اهمية العشية ايه استعداد بصوا فيه اية جميلة قوي بتقول ايه يعني هو العشية تعتبر التوبة بتاعت القداش استعداد التوبة تلاقي حتى بونا قاعد ياخد اعترافات التوبة بتاعت القداش هي العشية فيه اية جميلة قوي بنصليها في صوت الساعة التالتة تقول ايه في العشاء يحل الايه البكاء وفي الصباح السرور في العشاء البكاء وفي الصباح السرور ايه اهمية العشية ايه العناصر يعني الاساسية في العشية نقولها كده مع بعض اهم حاجة في العشية ايه اهم حاجة بنسميها ايه صلاة رفع بخور عشية مش كده يبقى اهم نقطة في صلاة العشية ان احنا بنرفع الايه البخور وعش رحلكم حكات البخور دي دلوقتي يبقى اول جزء في العشية وتكون مركز فيه وتستفاد منه رفع الايه رفع البخور رفع البخور تاني تاني حاجة اهم تلت حاجات مهمين في العشية طبعا كلها مهمة بس يعني الحاجات الاسية ان احنا بنرفع البخور والبخور ده رمز للصلاة المرفوع بس كلنا مع بعض مش واحد بس كلنا مع بعض رفعين بخور وطبعا البخور برضو بيبقى ايه حضور الله في المكان زي في العهد القديم مكان ايه اما يحل مجد الله تلاقي شحابة كبيرة خالص ده حلول مجد الله اخنين بالكم فحن نرفع البخور صلوات مرفوعة وحلول مجد الله الحاجة التانية المهمة خالص بيبقى فيه انجيل بيتقري طبعا الانجيل بيتقري يبقى فيه ايه رسالة انجيل يبقى فيه رسالة بسمع الرسالة طبعا فيه كناية كتير تعمل عيزة في العشية لو جمع عدد في العشية نعمل ايه نعمل عيزة ما نعملش ايه بس فيه رسالة فيه رسالة بتيجي في الانجيل واهم وبرضه نقطة مهمة خالص ان احنا بناخد الايه التحليل بناخد التحليل يبقى احنا ثلاث حاجات مهمة بنرفع البخور بنسمع رسالة وبناخد الايه التحليل اقول لكم شوية حاجة عن البخور حد يفتكر حاجة كده في العهد الجديد فيها كلام على البخور في العهد الجديد العهد القديم فيه بخور كتير كان فيه مسبح كامل في العهد القديم اسمه ايه مسبح الدهب اللي هو مسبح البخور وشكده في العهد الجديد فيه ذكر البخور فضل قالوا ايه بقى في سفر الرؤية اه صلوات القرسين رفع مع البخور حيبوا تقولي ايه حد يكبولي هنا حيا ايه المجامر الزهبية بتاعت ال24 اسيس حلو خالص بصوا هم كام اية حلوين اوي ادي رؤية خمسة الاية دي مهمة اول بيقولك لما اخذ السفر خرت الاربعة حيوانات و24 شيخا ولهم كل واحد كسارات وجمات من ذهب مملوقة بخورا هي ايه صلوات القديسين شكاية تلاقوا ابونا ماشي بالسوريا يدي بخور للقديس انا مش بتعبد للقديس ولكن ايه انا باخد صلواته تتحط مع صلواتكم اخدين بالكم كأن السوريا ايه تجميع صلوات اما يجي وابونا يجي بخر قدامك كأنه بقول ايه اديني صلوات بتاعتك احطها مع صلوات القديسين مش بس صلواتك صلواتك وتوبتك لان ابونا في الاخر بردو بعد ما بيرجع للمزبح بيقول يا رب ما انقبلت توبة اللص اليمين على الصليب اقبل ايضا ايه توبة شعبك فانت بترفع حاجتين طلبة مع البخور كترفع طلبة عشان كم نبوقفين نرفع طلبة وبقدم طلبة جوايا على الحاجة اللي بتنقح على ضميري بقول له يا رب سامحني على الخطيئة دي انا عارف نمزعالك في الموضوع دوت بقدمت توبتي مع صلاتي مع مين مع صلوات القديسين برضو دي برضو في سفر رؤية رؤية تمانية بيقول وجاء ملك اخر وقف عند المسبح ومعه مبخرة من زهب وقاطي بخورا كثيرا لكي يقدمه برضو مع ايه مع صلوات القديسين بهنا البخور ده صلوات مرفوعة يعني بص كده على البخور هو طالع لا يطالع فوق ويختفي كأنه ايه وصل لربنا منظر طبعا رمزي يعني كويس على مسبح الدهب الذي امام العرش فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك امام الله اجمل حاجة في سفر الرؤية انك بتلاقي كنيسة فوق يعني كنيسة اللي انت شايفها هنا بتلاقي شيئها فوق فيها برضو مسبح وفيها كهنة وفيها مجامر وفيها بخور بس كده وفيها سجرة الحياة اللي هو الجسد بالدم يعني بس كده وبصوا الاية دي في سفر المزامير بنصليها في في صلاة النوم يقولك لتستقم صلاتي كالبخور ايه قدامك فط حكاة دي في بالك كده انا عين صلاتي تبقى ايه ريحة حلوة قدام الله ريحة حلوة قدام الله مقبولة ممزوجة بايه بالتضاع ممزوجة بمحبة بس كده يبقى ايه بخور طالع قدام الله وليكن رفع دي كذبيحة مسائية هقولوكم الصلوة دي ممكن انتم ما بتسمعوهاش بس مهم انكم تعرفوها دي بيصليها ابونا سرا زمانك تتصلى جهرا بس يعني مع تطور الطقس بقى تتصلى سرا بس مهمة جدا ان احنا نفهم البخور ده ليه بنقول عشية يعني رفع بخور دي ودي حاجة مهمة شوف هنا الصلوة دي جميلة قوي يقول دفع عشية ايها المسيح الهنا العظيم المخوف الحقيقي الابن الوحيد وكلمة الله الاب طيب مسكوب هو اسمك الكدوس وفي كل مكان يقدم بخور لاسمك الكدوس وصعيدة طاهرة نسألك يا سيدنا اقبل اليك تلبطنا تستقم امامك صلاتنا مثل بخور من اكد ان الصلاة هي البخور رفع ايدينا كزبيحة مسائية لانك انت هو زبيحة المساء الحقيقية الذي اصعدت ذاتك من اجل خطيانا على الصليب المكرم كارارة ابيك الصالح سوفوا هنا الحطة دي فيها اضافة بقى اضافة ايه صلاتنا بخور دي سمعنا عنها بس ان المسيح نفسه زبيحة زي البخور فاهمين يعني المسيح نفسه بيقول ايه انت الذي اصعدت ذاتك زي ما اصعدت البخور اصعدت ذاتك من اجل خطيانا على الصليب لسه اربان ما جايش اربان جاي كمان شوية فهنا اصعد ذاته زبيحة عشان كده ما نيجي قدام شوية دلوقتي اما اكلمكم فيه حاجتين تفتكروها في السورية غير الصلوات السورية رمز الحاجتين تانيين رمز التجسد المسيح ورمز الايه لصليب المسيح هشرح لكم كمان شوية يبقى البخور صلة الفحماية اللي بتولع دي ها دي تجسد ونفس الموضوع كله رمز برضه لصليب المسيح هنيجي لها كمان شوية طيب نكمل الأسئلة بتاعتنا بعد العشية فيه ايه تسبحة بعد العشية فيه تسبحة ايه بقى قيمة التسبحة ديت ليه بنصلي التسبحة قبل القداش قبل كل قداش فيه عشية وتسبحة وباكر وبعد كده القداش ليه ده كله ايه قيمة التسبحة ما حد عنده فكرة ايه قيمة التسبحة ليه بنصلي التسبحة طبعا قليل الاول بيحضروا التسبحة لو عرفنا قيمتها يمكن نهتم شوية اكتر ايه قيمة التسبحة طرد للشياتين لا هي يمكن لا يمكن معنى مختلف شوية نعم لغة السمائيين بصوا احنا بنبتدي صلاة بنبتدي تسبحة نص الليل بايه بصلاة نص الليل بصوا بقى يبقى التسبحة دي عبارة عن الصهر للصلاة في استقبال العريس احنا العريس جاي لو عداش جاي الصبح باكر فايحنا ايه بنصهر نسبح في استعداد قبول العريس ماخدين بالكم وكلها تسبح موجودة من ايه متاخدة من الكتاب المقدس موضوحها الاساسي حاجتين التجسد والفداء تجسد والفداء دي الايه التسبحة عبارة عن كده يعني ممكن النهاردة في التوزيع سمعتم حتة من التسبحة اللي هي الهوس الاول اما بيتكلم على عبور البحر الاحمر وكده هوت واتلاقي جزء من التسبحة بيتكلم على الفتية الثلاثة فأتون النار وبيتكلم عن العذرة ان هي ساوتوكي ساوتوكوس ان هي والدة الاله والتجسد وكده هوت فإحنا هنا التسبحة هي عبارة عن صهرتنا لاستقبال العريس صهرتنا لاستقبال العريس طيب خلصنا العشية روحنا الصبح فيه ايه فيه باكر لا قبل القدالس فيه باكر رفع بخور باكر فيه فرق بين رفع بخور عشية ورفع بخور باكر ها فيه ولا مفيش هم متشابهين خالص متشابهين خالص ده رفع بخور وده رفع بخور ها الاواشي بس بتتغير والانجيل بيتغير طب وإيه لازمته إيه احنا قلنا إحنا زي ما كان فيه زبيحة مسائية زبيحة صباحية احنا عاملين برضه إيه رفع بخور عشية رمز للتوبة رفع بخور باكر بقى تحضير تحضير المسبح تحضير القربان تحضير الخمر تحضير نفوسنا المسبح بتاعنا إحنا فرش مسبحنا الداخلي أبونا بيفرش المسبح بتاع القداش وأنا بفرش المسبح بتاعي هقول له يا رب أنا بستعد لاستقبالك العريس ييجي لعروسه العريس ييجي لعروسه طبعاً برضو في رسالة في الإنجيل زي ما سمعنا في عشية بس إنجيل باكر غير إنجيل العشية أربان بيت خبز فين؟ مش في المطبخ في بيت لحم ليه ساموها بيت لحم؟ ليه ساموها بيت لحم؟ الأربان في بيت لحم؟ اللي بيعمل الأربان بقى يركز في الحكاية دي هذه بيت لحم وهو وهذا المنظر بتاع بيت لحم لماذا الاسم بتاع بيت لحم دوت؟ المعلومة دي مهمة قوي نفسي اللي بيعمله أرباني ممعارفين كده جزء من الأداش هو عمل الأربان زي ما الأداش كده مليان رموز عمل الأربان جزء من الأداش مليان رموز هكذا نقول يا جماعة اللي بيعمل الأربان مزامير 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 انت هنا في حضرة إلهية لأن الأربان لما بيتعجن دي عبارة بتمثل الحبل الإلهي والولادة الحبل والولادة بتاع المسيح فهنا اللي بيعمل الأربان ده بيبقى فرصة حلوة قوي أن يحضر يعني واحد مرة بيعمل الأربان بيقول لما عجلنا الأربانة وبنضغط عليها كده هو زي بالزبط واحدة حامل كده والبيبي بيتحرك في بطنها يعني فهنا ده رمز بيت لحم عشان كده شميناها بيت لحم طيب نيجي لتقديم الحمل خلصنا باكر ومعنا القربان دلوقتي وصلنا المزامير وهنبتدي نقدم الحمل مع تقديم الحمل الشعب يقول ايه؟ كريالايسون المفروض التلبات الداخلية جوا قلبي بقى تكون ايه ساعة تقديم الحمل؟ نعم؟ كل التلبات بقى ده الوقت بتاع التلبات ده الوقت بتاع التلبات مع كريالايسون بنقدم بقى تلباتنا كريالايسون يا رب سمحني كريالايسون أسكر اللي مجوش كريالايسون المردس فيهم كريالايسون المسافرين ردهم كريالايسون أولادي كريالايسون حد يأخذ الأولاد يا جماعة حد يأخذ الأولاد كريالايسون كل التلبات بتاعتك واللي طلبوا إلينا أن نذكرهم وهكذا كويس نقدم الأربان وبونا وبونا ننشي تنبه أن النهاردة التحليل بتاع فيروس C سامحوني ساعة نسا ونص النهاردة في القاعة الصغيرة التحليل بتاع فيروس C هيكونوا مورينكم بقى النظام A والفورم كنا عملنا فورم وضعناها الأسبوعين اللي فاتوا دول ف معاليس سامحوني بالفرود أن نبه على الناس كلها هيكون لساعة نسا ونص في القاعة اللي ما عملش التحليل مرة اللي فاتت ممكن يجي يعمل دلوقتي التحليل بتاع فيروس C مجرد بيأخذوا عينة من الدم بس بيأخذوا معلومات الأول منكم منظمين لو سمحتوا اختار أبونا الحمل وخدوا وعمدوا وكلكم عارفين موضوع الأوربان والدايرة بتاعة الأوربان والصليب والإتناصر صليب وكل الكلام ده والخمس خروم وكل الكلام ده أبونا يأخذوا على المسبح ويبارك الأوربان والخمر وكده هوت ويبتدي صلاة الشكر بعد صلاة الشكر تلاقي أبونا غطى المسبح بيغطي المسبح ليه؟ رمز الايه؟ قبر صح؟ أن ده ايه؟ دفن دفن المسيح هتلاقي في القداس كده لمحات كتيرة من حياة المسيح لمحات كتيرة من حياة المسيح يعني خلي بالك كده أبونا لما غطى المسبح بالإبروسفرين الكبير دوت رح حطت مسلس فوقيه رمز الايه؟ الختم اللي تحط ايه؟ على القبر بعد كده يبقى احنا أول ما تشوف كده المسبح بتغطى افتكر على طول ده ايه؟ دفن المسيح دي صلوة حلوة ممكن تصليها ساعتها وتقول يا رب ادفن خطياي وضعفاتي في قبرك ادفن خطياي في قبرك بقى كده تلاقي الشمامسة كلهم طلعوا برا وابونا رح أرى تحليل يسموه تحليل الخدام ده غير التحليل بتاع ايه؟ بتاع الاعتراف تحليل الخدام ده مختلف عبيدة كرب هذا اليوم الشمامسة والكليسة وكل الشعب وضعف يكونوا محللين التحليل ده عبارة عن ان حل من فم حل الخدام والشعب كله من فم السلوس ومن فم الكنيسة وابقنا الرسل عشان نعلم ونعبد حسب المنهج الأرثوزوكس كأن احنا بنقول ايه؟ احنا تبع أساناسيوس وفي نحن ده ابونا كان بيكلم على قديس أساناسيوس كأن احنا بنقول يا جماعة احنا كلنا هنا تبع أساناسيوس وتبع تعليم أساناسيوس والمفروض محدث فينا يكون بيفكر غير كده وكأن ده تحليل لنا كلنا ان احنا نتعبد ونعلم حسب المنهج الأرثوزوكسي السليم الحتة دي بقى مهمة قوي لأن ممكن الناس كتير ما تعرفهاش هل في ربطة ما بين قريات القريات بتاعة القدس ومربوطة ازاي السنكسار ده دي إجابة سليمة بس ناقصها حتة السنكسار دي صح يعني فيه أيام بيبقى إيه القريات كلها حوالين السنكسار طيب دي أيام إيه إيه لا دي أيام وصل الأسبوع وطبعا الأعياد طبعا دي ينتبع عليها طبعا السنكسار بس هي وصل الأسبوع تلاقي القريات كلها لو مثلا شهيد كل القريات بتتكلم على الشهادة للمسيح وعلى الجهاد وعلى إن إحنا نحتمل الألمات والأحزان وكده هو ولو عزراء نقرأ إيه العزراء الحاكمات وكده هو طب يوم الحد بيبقى موضوع بيبقى موضوع اللي هو جاي فين محطوط فين في الإنجيل يبقى يوم الحد القريات بتدور حوالين موضوع الإنجيل بتاع الحد وفي وصل الأسبوع بتدور حوالين السنكسار يبقى الحد إنجيل الأداس هو المحور ويوم أيام الأسبوع المحور هو سنكسار اليوم لما تيجي ساعة إرائية الإنجيل تتلاقي بقى كل واقف والشمعة والنعوه وبونات وقف يدي بخور للإنجيل ليه بنيدي أهمية كبيرة لإرائية الإنجيل أكتر من بقية الإرائيات نعم المسيح هو اللي بيتكلم يعني ده كلام المسيح اللي بيقول الحق الحق أقول لكم أو يقول أنا هو الخبز النازل من السماء مين هنا بيتكلم ده المسيح فإحنا قاعدين كده بنسمع المسيح نفسه هو اللي بيوعز هو اللي بيتكلم فإحسان كده بندي أهمية كبيرة قوي للإنجيل ونقدم ليه السجود ولو الأسكف موجود يخلع التاج بتاعه والبطرك وكده هوت ده المسيح إيه حاضر وهو اللي بيتكلم فيه أواشي كتير في القداش إيه أهم تلات أواشي بيتكرروا في القداش تلاتة بيتكرروا كتير قوي السلام والأباء والاجتماعات السلام والأباء والاجتماعات أشرح لكم يعني إيه السلام والأباء والاجتماعات السلام بنطلب من أجل إيه اجل سلام الكنيسة عايبين عن ايه سلام الكنيسة ان الكنيسة ما حصلش فيها انقسام ان الكنيسة ما حصلش فيها خصام ان الكنيسة تفضل واحدة ان الكنيسة نبقى كلنا فكر واحد ده اسمه سلام الكنيسة عشان كده من اكتر حاجات اللي تقلق الكنيسة ان يكون شعب منقسم على نفسه نقول لا ده هنا مفيش سلام في المنطقة دي فبنصلي كتير قوي من اجل سلام الكنيسة طب والأباء بنصلي من أجل مين من أجل البابا من أجل الأسقفة من أجل الكليروس ليه لأنه هم الليدرس ونقول يا رب ارشدهم لأن بالحكمة اللي ربنا يديها لهم بيقودوا الكنيسة كلها طب والاجتماعات دي عبارة عن إيه بنصلي من أجل إيه الاجتماعات الكنيسة اجتماعنا ده ده مجتمع اللي قد ده سيعتبر اجتماع وبرضو بنصلي من أجل إيه بيوتنا تكون إيه بيوت سلاة بيوت طهارة بيوت إيه مباركة اخلينا بالكم ترات حاجات مهمين قوي نفضل في كل شوق في القدست إيه نطلب من أجل السلام ومن أجل الأباء ومن أجل الاجتماعات كل قدست منقرر قروني الإيمان ليه بنقرر قانوني الإيمان كله قداش؟ ليه بنقرر قانوني الإيمان كله قداش؟ ها ده ده ملخص إيماننا كله بالثالوس وبالتجسد مش كده هو إقرار الإيمان الأرثوزوكسي وتأكيد إن إحنا كلنا عندها نفس الإيمان زي ما أبونا أندرو النهاردة الصبح قال إن إحنا كلنا كل كناس العالم تتبع أساناسيوس لأن أساناسيوس المحط قانون الإيمان كان كنيسة كلها واحدة في الدنيا كلها ما كانت فيه أي توايف أو أي حاجة زي كده هو صح؟ فإحنا كلنا كمسيحيين نتبع قانون الإيمان حتى لما تروح أي كنيسة حتى لو إنجليا تلاقي إيه يقولك We recite the Nicene Creed Nicene Creed هم معروفة كده Nicene Creed إن ده قانون الإيمان بتاع نقيا بعد كده بعد كده كل الإيمان بنخش في صلاة الصلح إيه هي بقى صلاة الصلح دي صلح بين مين ومين السماء والأرض أعلنت إزاي الصلح دوت إمتى أعلن إن إن بقى فيه صلح دلوقتي بين الأرض والسماء الصليب ابتدى وأعلن فين في القيامة صح؟ يبقى القيامة لما المسيح قام عبارة عن إيه إعلان إن دلوقتي ما عادش فيه حاجز بيننا وبين إيه بين السماء صح؟ عشان كده في نهاية طلقة الصلح تلاقي حصل إيه أبونا شال الأبروسفارين وزمان كده كان يحطوا أجراص كده في الأبروسفارين بحيث إيه يرفعوه وينزلوها كده هوت وكأن إيه فيه زلزلة القيامة وده رمز للإيه القيامة وديتشال الحجر الختمة طبعا متشال والحجر ويبقى قام المسيح وفي الوقت ده يبقى لنا إحنا كمان إيه قيامة وصلح بنعمل إيه قبل المقدش من غيرها ما ينفعش من غيرها ما ينفعش وتمالي يقول الحتة دي إياك تكون إيه بتقعد في الحتة اللي ممكن تقبل اللي جانبك أنت مفروض في قلبك بتقبل العلم كله مفيش في حاجة جواك تمنعك أن أنت تحط إيدك في إيد حد أقل مستوى في التعامل المسيحي أن أنا أسلم على أخويا ممكن يقولك إحنا مختلفين آه الاختلاف يخلينا ممكن إيه ما نختلطش إنما أقل مستوى ما ينفعش أقل منه إن أنا إيه أسلم عشان أستحق إن أنا إيه أقدر أتناول لأن أزر وايز بيبقى في إيه خصومة في القلب بدي ما تنفعش وهكذا يبقى فيه إيه صلح بيننا وبين السماء وبرضو حتة انقدمت قربانك تذكرت الأخيك سائن عليك فترك قربانك وإذهب اصطلح مع إيه مع أخيك طبعا كشف المسبح عبارة عن إيه القيامة بعد كده بنلاقي إيه بنقول هيتن برس بيان تاتي ساوتو كوسوس معي كده أوكريوس متاس والرب إيه مع جميعكم ارفعوا إيه قلوبكم الحالة دي بنسميها إيه في القداش أنافورة سموها إيه أنافورة أنافورة دي زمان كان هي دي بقى بداية القداش بقى المؤمنين بقى كل اللي فات دوت كان إيه تمهيد أنافورة معناها رفع القربين معناها بداية القداش نبتدي بقى الايه القداش الحقيقي بقى ايه في الوقت دوت اللي هو مع يبديء الأنافورة عبارة عن رفع القربين بداية قداش المؤمنين قصة الخلاص من بدايتها إلى الايه المجيء التاني بنحكيها في الايه في اللحظة دي بنحكيها في اللحظة دي ترجمة نانسي قنقر دي لن يحار شوية مش كده يا وتورت خلعونا شوية تكيفي بقى كويس ايه اقدس جزء في القداش فين التناول حلول الروح القدس اقدس جزء في القداش هو ايه حلول الروح القدس اللي هو الحتة اللي فيها الايه الرشومات قابليها وعكده بنسجد اه وابونا يقول ايه وهذا الخبز يجعله ايه جسدا مقدسا وروح ساجد مايقدرش يفضل واقف حتى ما هم بيسلمون التقس يقول ايه في اللحظة دي انت بتكري تعمل الصليب كده ثلاث مرات بسرعة وتنزل ايه تسجد لان ده يروح القدس بيحل بيحول القربين من خبز لجسد ومن من خمر الايه لدم اقدس وقت في القداش هو وقت الايه اللي يسموها صلوات التأسيسية اسرح لكم بس ايه اللي بالضبط يعني معناها لان فيه ناس يقولك ده تسكار لا هو مش تسكار معناها حاجة قديمة ونفتكرها لا دي عبارة عن عارفين كده اما يكون فيه حاجة stream على النت يعني حاجة بتتعرض عن النت انت بتروح عامل login login ده وتعبارة عن ايه ان انت بتخش على الموقع ده بس الموقع ده موجود على طول فاهمين الموقع ده موجود على طول اما بتعمل login انت دخلت على الموقع ده وبتحضر الموقع ده او احنا كده العاشر رباني ده ما انتهاش العاشر رباني ده ايه ما انتهاش لانه عمل الهي العمل الهي ما ينتهيش عمل مستمر كويس احنا في كل قدات في كل كنيسة في كل مكان بنعمل ايه في اللحظة دي كأننا ايه دخلنا على العاشر رباني وحضرنا معهم حتى تلاقي ايه ابونا تلاقيه في البداية الحتة دي يجيبوا له الشورية ويعمل ايه كأنه بيخفل ايديه على البخور ليها معنى عارفين ايه بيقول انا ما اقدرش امسك الجسد والدم دوت الا عن طريق تجسد المسيح وفداؤه فكأني بستلف بقى ايدين المسيح واقول انا ما شحقش يبقى اخد ايدين المسيح هو اللي ايه اللي يقدس وهو اللي يناول بعد كده هو اللي يقدس هو اللي يناول عشان كده من اللحظة دي ابونا يسيب الايه يسيب الصليب ما يصحش ان هو ابونا يمسك الصليب ويكون المسيح ايه حاضر ده يسموه صلوات التأسيسية استحضار العشاء الاخير وبونا بيحط ايده على الشرية ليس لو حق اللمس الا من خلال التجسد والفداء يحصل ايه بقى ساعة حلول ساعة السجود دوت سوفوا الطلبة دي جميلة قوي نسألك يا رب الهنا نحن عبيدك الخطاء غير المستحقين نسجد لك بمصارة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القربين اللحظة اللي منسجد فيها دي الروح القدوس بيحل على القربين وعلينا عشان كده فرصة حلمة برضو ان واحد يتقدس في اللحظة دي بيحل عنها الروح القدس ويطهرنا وينقلها ويظهرها قدسا القدسيك طبعا بيوقف استخدام الصليف زي ما قلنا مع كده منخص في القواسي هل فيه ترحيم في القدس فيه نوعين من الترحيم فيه ترحيم كلكم عارفين ان هو ايه التسكرات السنة والاربعين والانتقال وكده هو مع فكرة النزام اللي عامله الان بيوسف هنا في القبرنشية ان احنا بنذكر جهرا بس لالاسامي بتاعت الاربعين والسنة او الوفاة الحديث بس المجمع عبارة عن ايه مجمع عبارة عن ايه ترحيم برضو ترحيم برد اذكر يا رب بنقول ايه اذكر يا رب مش بنقول لهم بشفاعات بنقول ايه اذكر يا رب فاحنا بنذكر ومكان ما لناش حق طبعا ان احنا نذكر يعني العذرة بس احنا ككنيسة بنبصش نفسك لوحدك بس احنا كايه ككنيسة بنقول يا رب نيح نفوس هؤلاء الكدسين وهكذا كش بعد كده في الايه في الاسمة في الاسمة اللي هي عبارة عن ايه الامات الصليب وابونا بيقطع الجسر لفناصر حتة رمز للكنيسة بعد بنخلص بنسجد وفيه تحليل بعد كده ابونا يمسك يقول ايه القدسات الكدسين معناها ايه معناها شفوا بقى دي مهمة اوز لان ممكن واحد يقول احنا كدسين لا احنا مقدسين مش قدسين بمعنى معجزاته احنا مقدسين شف نحية في فداء الصليب في صلاة الايه الاسمة الاسمة احنا قلنا ده الفداء بعد ابانا الذي ننحاني واخدين بالكم بعد ابانا الذي بننحاني عشان ناخد الحل يبقى كده قدمنا التوبة بدم المسيح وبالتوبة نحن ايه مقدسين بدم المسيح وبالتوبة نحن مقدسين يأخذ ابونا من الدم ويحط على الكأس هيا لحكاية بازلت بدم هو تعب منتو تعبتو فخلاص كفاية كده بياخد من الكأس عاي بحط على الجسد هذا الجسد لهذا الدم وانا داخل اقول يا رب لا استحق ولكني اشكرك وخش بكل مهابة وانا باخد الايه التناول بعد التناول في فترة بقى تشديح وهدوء بعدها اتلاقي ابونا رفعة الصينية كده قبل ما رش المية رمز للايه للصعود وبعد كده رش المية دي ليه معنى ظريف قوي كان في حسقيال زمان في يقولك ايه ساف الروح القدس زي مية خرجة من المسبح ها ونزلة من المسبح فكأن ايه ابونا بياخد من مية المسبح دي بيقول ايه خدوا بركة خدوا بركة عشان ايه تنصرفوا بسلام وبعد كده ابونا يصرف الجميع بسلام يقول لهم امدوا معاكم بركة الاب والابن والروح القدس تكون معاكم وتحافظ عليكم وتحنيكم عشان نبقى كلنا اخدنا البركة اشكركم متنسوش بها حكاية الفيروس اللي هيعمل بس يبقى فيه يمنى الفورمة وكده هوت ونشوف ايه النظام نخضع عليه وتعالوا نسليه بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين عجزين يا رب عن شكرك يلي دعتنا رب الهاجي البركة اليوم دعوتنا يا رب ان نتحد بك دعوتنا يا رب ان يتقدش اسمك فينا يا رب ليأتي ملكوتك واعطينا يا رب ان نكون شهود ليك بركة شعبك مباركة لمراسك مباركة للكنيشة مباركة الذين لم يقتروا ان يأتوا اليوم مباركة الذين طلبوا لنا ان نذكرهم واسمعنا عندما نقول بكل الشكر يا ابانا الذي في السموات قدس اسمك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب كذلك حبت الله يا رب